بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبد الرسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أسأل الله تقبل من ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لموتانا وموتاكم واجعلنا إياكم من أهل الفردوس والأعلى أيها المسلمون الناس يتجهزون للحج وفيه أجر عظيم تخيل رجع من ذنوبه كي يمردته أمه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الجنة بأيام طيب أنا ربما لن أستطيع أن أذهب إلى الحج هل فاتني ثواب الحج؟ ربنا سبحانه جل في علا أكرم من ذلك وأكرم من ذلك بكثير ربنا سبحانه جل في علا يعطي عباده ثواب الحج حتى لمن لم يحج يعني هناك أعمال معينة فيها ثواب الحج ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بل والله جمعتها وحسبت لو أن الإنسان طبقها طوال السنة يمكنه في عام واحد على أن يحصل على ما يقارب أربعة آلاف حجة أربعة آلاف نعم في كل عام تحصل على أربعة آلاف حجة كيف؟ انتبه معي طبعا عندما نقول إنسان يحصل على ثواب الحج هذا لا يسقط عنه الحج طبعا كما أن الإنسان لو صلى في الحرم الفرض بمئة ألف هل معنى؟ طبعا مئة ألف يعني خمسين سنة صلاة تقريبا هل معنى هذا يتوقف عن الصلاة خمسين عاما؟ لا مثل ثواب الحج لا يقصد أنه يغني عن الحج لكن أيضا نريد مثل ثواب الحج ثواب الحج عظيم كيف أحصل عليها؟ انتبه معي أول حج يمكنك أن تحصل عليه هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد ليتعلم علما أو ليعلمه كان كأجر حاج تام من حجته أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ذهبت إلى المسجد لتحضر درس خاطرة كثير من المساجد فيها خواطر دروس فذهبت أنت لتحضر هذه الخاطرة أنت لا تعود بخاطرة أنت تعود كحاج كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا ذهبت إلى خاطرة ما بالك؟ ما رأيك أن نستفتح اليوم بحجة يمكنك أن تحج حجا في كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال من صلى الفجرة ثم جلس يذكر الله من صلى الفجرة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة 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 بعد ما تطلع الشمس بربع ساعة تقريبا تقريبا ربع ساعة صاروا ركعتين هذه ركعتين الضحى ترجعوا بحجة كاملة قد يقول قال طيب ماذا عن النساء ما يعصرنا على نفس الأجر يقول أهل العلم إذا فعل النساء ذلك في يتم يأخذنا مثل الأجر بإذن الله تبارك وتعالى هذه حجة كل يوم طيب ما رأيكم لو زدنا فجعلناها خمس حجات في اليوم غير إنك تذهب تحضر خاطرة وغير إنك بعد صلاة الفجر تبقى إلى الشروق لا نريد خمس حجات في اليوم الواحد ممكن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى صلاة مكتوبة كان كأجر حجة تذهب يا صلاة مكتوبة في الجماعة قال من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة كان كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كان كعمرة وكما قال أيها الصلاة يعني إذا ذهبت إلى صلاة تراويح وقيام مثلا أو مثلا صلاة استسقاء أو ذهبت إلى صلاة كسوف أو خسوف أجر عمرة أما ذهبت إلى أحد الفروض الخمسة كل فرض بحجة خمس حجات في اليوم هل انتهى؟ لا والله ما انتهى تخيلوا يوجد حج أكثر ويمكنك أن تحصل على حجات أكثر ما أكرم الله تبارك الله الله عز وكريم أكرم ما تتخيل وأكرم ما تتصور استمع معي قبل أن أذكر لك الحجات الأخرى قد يقول قائل طيب أنا الآن أريد أن أذهب إلى مسجد آخر لأني أخشع فيه أكثر أو لأني فيه عندهم درس يعني فيه خير آخر هل فاتني أجر الحج لأني ما مشيت؟ لأن الحديث يقول من مشى نقول إذا ذهبت بهذه النية لأنك تريد أن تخشع أكثر أعطاك الله الأمرين نية لأنك تريد تحصل على الحج فيعطيك أجر الحج بنيتك ثمني عملك الذي تريد فيه فضلا أعلى وهو الخشوع أو الذهاب إلى العلم والعلم أفضل من العبادة يقول نبي عليه السادسان فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم فتحصل على الأجرين لا تخاف لا توقف تقول لا والله ما أريد أذهب إلى مكان في علم نافع ولا في صوت أخشع فيه أكثر عشان أبي أحصل على الحديث لا تخاف الحديث إن شاء الله حاصل لك هناك أجر حاصل لكن المشكلة أن بعض النساء تقول أنا ما أذهب إلى المسجد صلاتي في بيتي أفضل فاتني الأجر لا ما فاتك بإذن الله النساء يحصلن على هذا الأجر كيف؟ إذا المرأة علمت في نيتي علم الله من نيتها أنها إنما صلت في المنزل لأن الله يحب لها ذلك أكثر من صلاتها في المسجد أعطاها ما نوت ثم أنها إذا حثت الرجال في المنزل عندها لذا المسجد قالت يلا يا فلان قم صل يلا أذن روح ذهب المسجد أخذت مثل أجره ثم إذا نشرت الحديث الآن إنه وسائل تواصل كثيرة أخذت أجر كل من ينطلقه فما فاتها شيء إن شاء الله لكن نريد أن نزيد من عدد الحجات هناك حجات أكثر ممكن تحصل عليها مثل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الفقراء قالوا يا رسول الله الأغنياء يصلون كما نصلي ولهم فضول أعمال أموال ولهم فضول أموال يحجون نحن ما نحج ما عندنا ما نحج فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يدركون به هؤلاء الأغنياء قال عليه الصلاة والسلام ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم قالوا ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله فريحوا فقال عليه الصلاة والسلام تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبري كل صلاة ثلاثة ثلاثون مرة اللي نفعل هوا سبحان الله ثلاثة ثلاثة الحمد لله ثلاثة ثلاثة الله أكبر ثلاثة ثلاثة إذا جمعت الثلاثة ثلاثة 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 مجموع تسعة ودسعين تحصل على أجر حجة عاد إذا زلت عليها لا يحب الملك فقط يغفر لكم ما تقدم من ذنبك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام غرفرة الذنوبة هو أن كانت مثل زبد البحر الشاهد قل هذه الكلمات وسوف تحصل على أجر الحج قد يقول قال يا أخي أصبح الحج سهلا كلمات تعطيك الحج خطوات تعطيك الحج دقائق تجلس فيها تعطيك الحج معقولة نعم تقولي طيب هذا الآن ذهب إلى الحج وتعب وتكلف مالا أنا أخذ مثل عجرة وأنا جالس هل هذا عدل؟ نقول عدل وزيادة لسببين سبب الأول الله تبارك وتعالى هل أنقص ذلك الحاج أجره؟ لا طيب إذا تفضل على غيره من العباد لا يمكن أن يكون ذلك ظلما مثل أنت عندك عامل العامل هذا اشتغل من الصباح إلى الليل فأعطيته أجرته عشرون دينار مثلا في نهاية اليوم وانت تحاسبه أتى شخص فقير قال السلام عليكم فقمت أعطيته عشرين دينار هل ممكن لهذا العامل يشتكي في المحكمة يقول أنا الآن أعمل من الصباح إلى المساء تعطيني عشرين وهذا الشخص مر عليك عند الباب تعطيه عشرين أخي أنا نقصتك حقك أنا ما نقصتك حقك أعطيتك أجرك لكن تفضلت على هذا بفضل الذي عندي ولا تحاسبني على الفضل ولله المثل أعلى ربنا سبحانه يتفضل على ما يشاء هذا السبب الأول السبب الثاني من قال لك أن تمتنع عن ما فعله هؤلاء أن ذهبت للحج لك أجرك إن شاء الله هؤلاء حصلوا على أجر الحج بأعمال أخرى يا أخي عمل مثل ما عمل وحصل على أجر الحج هذه من الأعمال التي يمكن أن تفعلها بعض الناس يمكنه أن يحصل على حج آخر وهذه أحلى حجة أنا ما أعرف حجة أحلى من هذه الحجة يمكن أن تحصل عليها جاءت أم سليم للنبي عليه الصلاة والسلام حزينة تقول حج أبو طلحة وابنه وترى كاني إذا ذهبوا إلى الحج وانترى ما حجيت معهم لوحدي فقالها النبي عليه الصلاة والسلام كلمة من أجمل الكلمات ترون ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا أم سليم عمرة في رمضان كحجة معي مع من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمرت في رمضان قد يقول قال نحن الآن لسنا في رمضان إنوي أنك في رمضان القادم ستحج وسيعطيك الله ذلك الثواب حتى لو ما بلغنا رمضان حتى لو توفان الله تبارك وتعالى فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العمال بالنيات وإذا ما استطعت لضائقة مالية أو لانشغالات أعطاك الله الأجر الأمر بالنية إذا نويت أعطاك الله الثواب هذا كله الآن الإنسان قد يقول هل فقط يجب أن أعمل هذه الأعمال لكي أحصل على الثواب الحج؟ هل هناك حل آخر؟ نعم إذا ذهبت بشخص الحج دفعت له قيمة حجة تأخذ على مثل أجر الحج قد يقول قال الله ما عندي المال لأدفع حجج فيه وناس آخرين هناك حل آخر طبعا هذا يسمى الحج بذكاء الذي سبق كان حج لنص من النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذه الأمور فيها ثواب الحج الآن سأذكر لك حجات ذكية اللي حجد شخص هناك شخص ذكي يحصل على أجر الحج حتى لو ما دفع حتى ماله وسمى تجارة الأذكياء كيف؟ إذا دعوت لشخص بظهر الغيب أن يبلغه الله الحج فإن ملك سوف يقول لك آمين ولك بمثل كما أتى رجل مار على أبي ذر وزوجته فقال سأله تريد الحج؟ قال أجل فقال له ادعو لنا بخير فإن سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم ذكر الحديث من دعا لأخي بظهر الغيب فقال له ملك آمين ولك بمثل فتقول اللهم ارزق فلانا حبيبي العزيز علي اللهم ارزقه حجة مقبولة اللهم فلان قريبي الغالي علي ارزقه حجة مقبولة إذا دعوت بذلك بظهر الغيب رزقك الله وانت أيضا حجة مقبولة وهذا بذكائك لاستخدامك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في مواطنها ثم إن من الأمور التي يمكن تحصل فيها على أجر الحج أنك من ذكائك تحصل على أجر أعظم من أجر الحج وأختم في هذا هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة مبرورة انتبهت للترتيب الإيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة مبرورة العمل في هذه العشر من ذا الحجة أفضل الأعمال وتفضل كل شيء حتى الجهاد فإذا كان الجهاد أفضل من الحجة المبرورة والعمل في هذه الأيام أفضل من الحجة فأنت تفعل أفضل حتى من الحجة المبرورة وهذا بحسن اجتهادك في هذه العشر هذه هي أفضل أيام يحبها الله تبارك وتعالى فأظهر فيها أفضل ما عندك أسأل الله يتقبل منه ومنكم ويجعلنا إياكم مقبولين المرحومين المعتقين من النيران والحجة